ميناء ومدينة جرجوب الصناعية بيقع غرب مدينة مرسى مطروح بمدينة النجيلة واحد من أهم الموانئ اللي هتمثل إضافة جديدة لموانئ مصر الخمسة على سواحل البحر المتوسط تطوير الميناء هيكون فرصة قوية جداً لوضع محافظة مطروح على خريطة السياحة والتجارة العالمية وأيضاً نافذة لشمال غرب مصر للتجارة الخارجية والصناعات الحديث هل نروح مع حضراتكم ونتعرف على تفاصيل أكتر هنستعرضها معاكم في سياق هذا التقرير ميناء مدينة جرجوب الصناعية الذي يقع على بعد 70 كيلو متراً غرب مدينة مرسى مطروح بمدينة النجيلة واحد من الإضافات الجديدة لموانئ مصر الخمسة على البحر المتوسط فهو يتصل بالعاصمة ومدن الساحل الشمالي من خلال الطريق الساحلي الدولي وهو الأقرب لسواحل أوروبا ويربط قارة أوروبا بإفريقيا ويعتبر تطوير الميناء فرصة قوية لوضع محافظة مطروح على خريطة السياحة والتجارة العالمية ونافذة لشمال غرب مصر للتجارة الخارجية والصناعات الحديثة كما سيعمل على خلق مجتمع عمراني مستدام يوفر فرص عمل للسكان المحليين والمستهدفين وتوفير نحو 30 ألف فرصة عمل وتتمثل استراتيجية التنمية في هذه المنطقة على مساحة 500 ألف متر مخصصة لمشروع التطوير ورصيف بعمق 17 متراً وطول 500 متر من إجمال 7 ألاف متر أرصفة تجارية بالميناء لاستقبال أكبر سفن الصب الجاف والغلال تحديداً كما أن مشروعات هذه المنطقة تعد من المشروعات الفريدة كما تتضمن أعمال التطوير إنشاء 15 مدينة جديدة على غرار مدينة العالمين الجديدة وإنشاء منطقة اقتصادية ولوجستية بميناء جرجوب وإنشاء مدينة رأس الحكم على الطراز العالمي واستصلاح أكثر من ربع مليون فدان ويجري تمويل مشروع ميناء جرجوب بنظام بي أو تي وتبلغ حصة مصر في الميناء 51% ومن المقرر أن يكون طول رصيف الميناء المدني 1080.8 ألف متر وغاطس 15 متراً ودوران السفن 450 متراً بالإضافة إلى حاجز صخري لكسر الأمواك بطول ثلاثة كيلو مترات في عمق البحر تنفذه تحالف 16 شركة عالمية كما جرى تحديد القطاع الاقتصادي المستهدف وبرنامج التطوير والقطاعات المستهدفة الرئيسية في مشروع جرجوب وهي القطاع الصناعي، لوجستي وتجاري والقطاع العمراني والقطاع السياحي إلى جانب الطاقة المتجددة كما تشمل أعمال التطوير إقامة ميناء تجاري وسياحي عالمي لخدمة الأنشطة والمشروعات السياحية وميناء حويات تجاري عالمي لخدمة عدد من المشروعات العملاقة التجارية والصناعية لشركات عالمية كما يهدف أيضاً لإقامة عدد من الفنادق العالمية وسيقلق مجتمعات عمرانية حوله ومنطقة اقتصادية وصناعية لوجستية سكنية ومدينة سياحية عالمية ومركز اقتصادي على مساحة 54 كم بالإضافة إلى مدارس وملاعب ومراكز استشفاء ترجمة نانسي قنقر